اتفاجأوا معاي زي ما انا اتفاجأي اوبا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا جماعة الخير ان شاء الله تكون اموركم تماما شكلوا شكلوا سامر اشتاق لمحتوى القديم على القناة تتذكروا السلسلة اللي كنا نعملها نروح نجرب مطعم شخص مشهور في عنا تقريبا اربع او خمس مشهير فتحوا مطاعم بالاردن فانا ناوي اجربهم كل اياتهم بس حلقة حلقة يعني فاليوم ان شاء الله رح نروح نجرب مطعم وايليز لليوتيوبر الرياضي الكبير الشهير محمد عدنان يا هلا والله زمان ما صورت يوتيوب لدرجة انه انا يعني هيك شعور كتير غريب لكن حان الوقت ان نرجع على القناة اليوم ضروري نعرف هل مطعم وايليز اضاف قيمة لمطاعم البورجر الموجودة بالاردن ولا زيه زي اي مطعم بورجر فتح في الاردن يعني هل رح يكون زاكي ولا رح يكون سفاح لدرجة انه انا اعتمده واسير كل اسبوع اروح اخذ الوجبة الفري من عندهم وجبة الفري يعني مش انه ببلاش وجبة الفري اللي هي بنظام الدايت انه وجبة مسموحة كلها خرر فيها فهمتوا علي؟ وايليز يعتمد ولا لا؟ هيا بنا وها هو الاكل جهز طبعا طلبت ثلاث سندوشات من الميون اللي عندهم الباكيجنج تبع المطعم كثير خرافي وبالتحديد مع القارمة اللي عاملينها واصلا محمد عدنام بيحب اللون البرتقالي فالشب عامل المطعم بناءا على اللون المفضل اللي تبعه فهذا اشي صراحة جميل جدا المهم خلنا نجرب وايليز نبلشها مع البطاطا اللي شكلها كثير غريب شكل البطاطا يعني زي ما هي بس مقسمينها وحطينها بالزيت مهم فيها فكرة يعني لو تلاحظوا البطاطا نفسها زي كان هم جايبين القشارة ومقشرين حبة البطاطا نفسها مهم ثير بتشبه طعم البطاطا اللي مملها بالبيت بسم الله السندويش الأولى هاي هي السندويش اللي حاط عيني عليها أصلا وهاي هي سندويشة الجوسي لوسي هيا جماعة السندويشة بتيجوا عبارة عن بورجر عادي لكن بيكبسوه على مكينة الكبس فبتسير عبارة عن زي كأنها أحبت دونات مسكرة يا السلام شوفولي على اللحمة من جوه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كمان لقمة الخبزة كتير كويسة الصص البرتقالي زاكي اللحمة يعني زاكية بس مش هذا المستوي اللي أنا جاي دور علي يارب نضبط مع السندويشتين الجايات سبعة من عشرة اللي باعدümü فيها فكرة انا بدور على الاقوى صراحتا الفكرة انا كتير بحب المطاعم للي بدوف يهتم التفاصيل يعني هاي تفاصيل بسيطة جدا heiten تعطيك هوية للمطاعم يعني حتى الفين عليه واي Representative لنشوف هاي مع بعض ايش هي بسم الله شوفني 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 شوفلي شوفني بان 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 وعليك الامان بسم الله هاي سندويشة المشماك شوفو لي اياها تيجي قطعة اسكلوب مع وايت تشيز مع خاس وعندك مايونيز بسم الله هل راح تكون مش ماك ونعتمدها ولا لا بسم الله بطاطا هيا عجبتني صراحة تحس حلقة تأكل بطاطا عملتها امك بالبيت بعدين تقشرها ونعطي كمان فرصة للمش ماك شوف بصراحة الخبزة ممتازة جدا جودة المكونات المستخدمة مش اي كلام صراحة الويت تشيز الموجودة جوا مع الميونيز مع الخاس مع كل شيء ممتاز جودة الدجاج نفسه اللي محطوط جوا الساندوش ممتاز فهاي كويسة المش ماك بقيمها نعطيها سبعة ونصف يا سلام ونيجي مع اخر سندويشة معنا لليوم هاي سندويشة اللحمة الاساسية الموجودة عندهم بالمحل اللي يفترض انه تكون هاي جدا سفاحة لانها بتعبر عن المحل استكشف مع بعض بسم الله اتفاجئوا معاي زي ما انا اتفاجئت حلو السانوش بيجي لحمة تشيدر مع طبقتين من اللحمة بس مافي اشي جوا السندويشة ابدا اتفاجئ 2022 بسالة نخافحة طبقتين من نخافحة ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم! كما تتفاجئون للعمة والتشدر تشيز اللي حاطينها عام لشغل هاي فيها شغل هاي فيها فكرة شوف 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 يا عمري يا عمري شوف اي مطعم بدي يفوت تحدي انه يعمل ساندوش هالقد كلاسيك لدرجة انه هو عبارة عن لحمة و جبنة فقط بدي يكون براهن على اللحمة يعني هون هو بيكون بس بدي يفرجي لسبون قديش كمية اللحمة او جودة اللحمة قديش كويسة وانك كمطعم تعمل ساندوش زيك بديك تكون قدي فهمت علي؟ مش اي مطعم بقدر يعمل هذا الاشي لانه اغرب المطاعم اللي بتلاقيها مثلا جودة لحمتها مش كلها القد بتلاقيه باستخدم كثير انواع صصات وكثير انواع ابهارات عشان يخفي عيوب اللحمة لكن هذا الاشي صراحة مش كثير موجود هون اركز على كلمة مش كثير نعطيها شوية كتشب واخر لقمة من تجربتنا عن دويلز الحمدلله رب العالميا بصراحة اخر واحدة جربنا بمثلناها كانت تقريبا افضلهم بعضها تقريبا 8 من 10 وبصراحة強 ببطاطا انا الاستطيع يجعل Premier تمme تزدي على كلمة تجربها ما بتغيرها نصيحة يا أخوان هكذا قلتنا تجربتنا على مطعم وايلز شوفوا ليه الأمانة؟ هل مطعم وايلز زاكي؟ نعم هو زاكي هل مطعم وايلز يعتمد؟ نعم يعتمد لأنه يساعدك انك تكمل بالمقاطعة لأنه عامل لك سندويشة الميش ماك فإذا انت لو حاب تأكل ميش ماك فارو على وايلز وجرب الميش ماك شو أكثر سندويشة عجبتني من بينهم؟ السندويش الرئيسية لأنه عبارة عن إشي بسيطة عبارة عن لحمة وجبنة هون بينا الطعم اللحمة الميش ماك أنا شخصية ما عجبتني كثير لأنه أنا ما بحب الاسكلوب أصلا بس فيها فكرة يعني أنا كثير جربت السندويشة الرئيسية من المطعم الميتسمى تقريبا يعني خلني أحكي بتشباهها بنسبة 60% فلو أنت كنت جاعبا لك هاي السندويشة فأكيد ما رح تروح على المطعم الميتسمى و رح تروح على مطعم وايلز عند محمد عدنان لأنه بطل عندك عذور بالنسبة له وبالنسبة له جوسي لوسي بصراحة زي ما قيمتها سبع من عشرة على ما أعتقد طيب طيب هل مطعم محمد عدنان أضاف قيمة خرفية لمطاعم البورقر في الأردن أضاف قيمة لكن مش خرفية و عبارة عن مطعم بورقر بتروح بتجربه و وقت ما يكون جاي عبالك تاكل بورقر والبورقر هذا اللي جربته الكلاسيك مع جبنة ممكن يعجب كثير من الناس لكن هل أنا بالنسبة لي كسامر إذا بدي أروح أكل بورقر و كابسي معاي رح أروح هوايليز؟ لا ما رح أروح هوايليز بصراحة أروح أجربه لأنه عجبني بسمش المطعم اللي بحطه بالنسبة لي سامر هو أسكى مطعم بالأردن طيب يا جماعة بالأيام الجاي راح نحاول نرجع محتوى الأكل على القناة لكن بطريقة مدروسة فبالأيام الجاي راح تلاقوا محتوى ينزل على القناة شبيه بالمحتوى القديم صراحة اشتقت للمحتوى القديم لكن راح يكون بطريقة مدروسة إن شاء الله تبونا تحت بالكومنتات يا جماعة شو المطعم اللي حابين نجربه بالحلقة الجاي ويكون مطعم لشخص مشهور وأنا بخيركم بين مطعمين يا أما مطعم قصة صبا لصبا شمعة يا أما مطعم أبو جوريا تبووا لي تحت بالكومنتات نلقاكم الأسبوع القادم بفيديو جديد وتجربة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طب صورنا على اليوتيوب وقسم بالله اني قاعد بهلوس قبل دلت سنين صورت فيديو بريس كتب نفس هذا المكان في منطقة السابع عشان يقاعد بهلوس وصحيح تابعوني على سناب شات وإنستجرام السلام عليكم وعملوا وسبسكرايب خلص روح قريب وجهك غيش